وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يحافظون على طاعة ربهم في جميع الأزمان والأوقات ويخصون أوقات الفضائق بمزيد من القربات لينالوا عند ربهم جزيل الأجوذ والمخربات فأسيكم عباد الله وإيايا بتقل الله في جميع الحالات أيها المسلمون الكرام الحاضرون في هذا المكان وفي هذا اليوم العظيم وهو الجمعة الأخيرة من شعبان عباد الله ها نحن الآن في آخر شعبان شهر كان مزرعة الإحسان ومرتعة الامتنان والأخرى لقد أصبح راحلاً بأعمالنا إلى ونبه شاهداً على كل منا بعمله وكسبه فيا خوزة العام إن دا توفية أجره ويا خسارة الغافر إن دا معاينة تقصيره أيها المسلمون فهذا نحن في بقية منه عباد الله قد بقي يوم واحد أو يوماً بجلاء شهر شعبان وحلول شهر رمضان مبارك عباد الله هذه رياح المشرى قد عبت وهذه أطياء المولى قد مشرى فلنقوم لاستقبالها ولنتعرض لنحفحات الله في إقبالها ولكن لا يستقبل هذا الشعب حق استقباله إلا العظماء الأخياء أيها المسلمون قد آمن أنت الرجوع إلى الله وطوبة إليه سبحانه وتعالى أيها الخاشع الزاهر هذا شهر حصادي الزاهرين ويا أيها العابد لقد آن أوان العابدين العامل وأيها المرضى كد حضرت عليكم الأدوية النافعة ويا تجار الآخرة كد دخلت عليكم مواسم الخيرات فيا أيها المسلم استعد لهذا الشهر بالتوبة إلى الله فيا فوزة من تطهر لرمضان حتى إذا دخل في رمضان دخل وهو نظيف وإذا خرج من رمضان خرج وهو شريف أيها المؤمن هذا وقت غرسك أيها المسلم تفرق في رمضان لآخرة بإبادة ما أمكنك ولا تدخل في شيء من أشغال الدنيا إلا ما لابد منه فنظم أوقاته بأنواع الإبادات من قيام وصيام ودعوات وحضور مجال السخيرات كي تنال البركات والرحمات غريمة أيها المؤمن فلا تتركها فطوبى لمن استيقظ في هذا الشهر واغتنم أوقاته بالإبادات والطاعات والجد في طلب الخير وشمر للباقيات الصالحات وحضور من طريق الكسل والغفلة فلا تتركها فتندم يوما لا ينفع الندم إلا من أتى الله بقلب سليم أيها الناس فالناس في رمضان قسمان قسم من اتخذ رمضان مرسما لطاعته بالسيام والقيام بعظيم الإهتمام واقتدوا برسولهم الكريم العظيم الذي كان يتهد في رمضان ما لا يتهد في غيره وقسمه من اتخذ رمضان موسما للعباد 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 واللهو وتفلن في المأكلات والمشروبات فأعجنوه للبصم والمعدة بعد أن ياله الله للقلب والروح فلم يمتفع برمضان ولم يستفيد فمن أي قسم أنت تكون وتحتر وفي أي قسم تحظى برضا الجبال أيها المؤمنون الكرام فلنقتل في شهر رمضان بكثرة أنواع العبادات من صلاة وذكر وطلاوة القرآن والصدقات والسرع إلى المسجد بالعبادات وحضور دروس العلم واجتماع موايذ والخطاب وصلاة التروح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَهُوَا الْبَامُ الْكَرِيمُ كُلُّ جَمِيعًا أَسْتَقَفُ اللَّهِ